خلونا نتكلم برضو عن الجلسات بالتفاصيل ويمكن نبدأ بجلسة الحماية الاجتماعية واللي عرض خلالها طبعا مجموعة كبيرة من المشاركات للرؤية في هذا الملف بس خلينا نقول لكم الأول نشوف كلمة من مسشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني اللي قال كمان أنه نجاح الحوار الوطني هي مسؤولية للجميع وليست ساحة للمناظرات وده من أجل وصول لمخرجات عملية تصب في مصلحة الجميع وتكون كمان قابلة للتطبيق على أرض الواقع في ضوء الإمكانات المتاحة ومش مجرد أحلام غير وقعية فخلونا نشوف برضو جزء من كلماته وده نضاقش فيها الحوار الوطني المصري ينطلق من مجموعة من القيم المصرية الراسخة أساسها الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة أيضا الحوار الوطني هو استكمال للمسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية ويقوم على إطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني وبناء الشخصية المصرية الحديثة المبنية على قاعدة من القيم المصرية الأصيلة والذي دعت إليه القيادة السياسية من منطلق وطني ويتم برعايتها غاية الحوار الوطني النهائية هو زيادة القواسم المشتركة والمساحات المشتركة نحو تأسيس جمهورية جديدة وتحكم مناقشات وقرارات وتوصيات الموضوعية والمصلحة العامة في مفهومها الأعام والأشمل نجاح الحوار الوطني هو مسؤولية مشتركة بين جميع المشاركين وهو ليس ساحة للمناظرات يحاول كل شخص إثبات صحة وجهة نظره بل هو مساحات للالتقاء والاتفاق ويقوم على أساس مبادئ الوطنية والموضوعية والتجرد ويهدف إلى إنتاج مخرجات عملية توافقية تدعم الوطن وتحقق مصلحة أبناءه وأخيرا ونعيد التأكيد أن الحوار الوطني ليس مجرد عملية إجرائية بل هو حوار تفاعلي جاد من المنتظر أن ينتهي إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي في حدود الإمكانيات المتاحة للدولة المصرية وطبقا للظروف المناسبة وللمعايير السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية الحاكمة ديك خطوط عامة عريضة يتحرك من خلالها الجميع